الانتفاخ النفخة تصيب كل واحد في هذا العالم على الأقل مرة أثناء حياته والنفخة تصيب كل الأعمار وكل الأجناس ولا يسلها علاقة بالمركز الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى الصحي وتصيب حتى الناس الذين يمارسون العيش الصحي فعندما أصاب بالنفخة فأتوقف وأفكر ما هو السبب وأهم الأسباب هو معي لي أولا نوع الأكل الذي نأكله فإذا كان سكريات وكاربوهايدريت مصنعة فإنها سوف تتخمر في الجهاز الهضمي وتولد الغازات والنفخة فنوعية الأكل كمية الأكل أيضا نوعية الأكل إذا أكلنا ألياف كثيرة ومعها البكتيريا الجيدة فمثلا عندما أخلط كمية كبيرة من بذور الكتان والشياسيد مع الروبة الحية فأطي البكتيريا والألياف في نفس الوقت وهذا قد يؤدي إلى الانتفاق فنوع الأكل اثنيا الكمبينيشن يعني شنون نخلط الأكل إيش آكل ويشنو هل آكلنك واحد أو عدة أنواع أخبطها فلازم واحد يلاحظ نفسه وينتبه أثناء الأكل فإذن النوعية والكمبينيشن وشن نخلط الأكل وثلاثة الكمية كلما الكمية أقل كلما حدوث النفخة تكون أقل هاي أنا لاحظتك بس إذا واحد يأكل أكثر كمية أو حتى إذا المدة تطول يعني كل ساعة يروح يأكل يأكل عدة ساعات فهذا تؤدي إلى عدم استراحة القناة الهضمية وتوليد الغازات المدة والتوقيت فعندما نأكل أثناء النهار عندما يكون الجسم متحضر للهضم والإنزامز والهرمونات كلها مستعدة لهضم الأكل فهذا يساعد على تقليل الانتفاخ ولكن إذا كنا في الليل والجسم يحب النوم لعلاج نفسه فهذا يؤدي إلى الانتفاخ وإلى تخمر الأكل في البطن ونوعية الأكل مثلا اللحوم عند بعض الناس لا يستطيعون نهضمه فالنوعية الكمية التوقيت عدد مرات التي نأكل فيها في النهار كلما أقل كلما أحسن وأحسن علاج هو الانترمتن فاستينج أي لا نأكل لمدة 16 ساعة 18 ساعة نهار كامل وبعدين نأكل فهذه هي نقطة مهمة بعدين السوائل مراتسة بعض الناس يمارسون مثلا ياخذ قلاس مي أو كوب شاي قبل الأكل المعدة تملأ بالسوائل لأن المعدة بها ميكانيكا ريسبتا مستقبلات ميكانيكية عندما تتمدد نشعر بالشبع فهذا جيد لتقليل الأكل الذي نأكله ولكنه غير جيد من الناحية الصحية لأن السوائل قد تعلمنا منذ مدة طويلة إذا أخذناها مع الأكل تخفف الإنزيمات والهورمونات الهضمية وتقلل من فعالية هضم الأكل ولذلك الماء والسوائل علينا أخذها قبل الأكل بساعة أو ساعتين حتى يمتصى الجسم أو بعد الأكل بساعتين حتى نطي الجهاز الهضمي استراحة وهذه نقاطة مهمة والبلوتينغ طبعا هو عدة أسباب أنا أسميه حميد وأكل جديات ومعناته في مرض في القناة الهضمية أو المايكرو بايوم البكتوريا في القناة الهضمية غير صحية أكو عدم توازن بين البكتوريا الجيدة والبكتوريا الغير جديدة نتيجة العيش الغير صحي عدم النوم عدم عمل الرياضة عدم تعريض عيوننا إلى أشعة الشمس صباحا ومساءا لتوقيت ساءات خلايا جسم البيولوجية للعمل الصحي والمنطب لإفراز الهورمونات وتنظيم درجة حرارة الجسم وكل أعمال الجسم البيولوجية فهذا مهم جدا والجسم هو مرتبط شيء بشيء وله علاقة هو ممقسم هو كل واحد ويشتغل كل الأزاء تشتغل مع البعض فمثلا إذا حتى الدماغ إذا عستر عيس أو مقور أو كآبة فالهضم يكون غير جيد وغير صحي فهذا الكمية النوعية عدد مرات نأكل فيها التوقيت الحالة النفسية النوم تعريضني لأشعاعات الشمس فكلها وأهم شيء هو نجلس مرتاحين ونمضخ الأكل بصورة بطيئة حتى نأطي اللعاب الموجود في الفم الوقت حتى يخضم الأكل الموجود في الفم وحتى تبدأ الحوافز تثب إلى الدماغ حتى نشعر بالشبع لأن هذه الحوافز تأخذ وقت تنفرز وتصعد للدماغ والدماغ يستقبلها تحتاج 20 إلى 30 دقيقة مرات في بعض الناس 40 دقيقة فبدلا من أن تستمر في الأكل وتأكل كميات كبيرة وتخبط أو تخلط أنواع متعددة عليك بالأكل البطيئ ومضخ كل لقمة في الفم والشعور بها والاستمتاع وتشكر الله أنه أن تستطيع أن تمضخ تستطيع أن تبلع تستطيع عندك الإمكانية أن تأكل وتعترف بهذه النعمة الربانية ولكن إذا مستعجلين ونعلس بسرعة فهذا يؤدي إلى النفقة زين شون عالج نفسي يعني إذا واحد ينفخ فجأة مرات مثل كأنه حامل 9 تشهر أو حتى حامل توم أو تلاف فهي مشكلة فالكمون البني أو الأسود أضحنا بالمكينة مع القهوة وأخلي لي ملعقة شاي ملعقة أكل وأضيف الماء الحار ثم أضيف بعض القطرات من الليمون يعني الفرش حتى يصير طعم طيب ولقد شاهدتوا هذا النوع من الشاي في سوريا أثناء الحرب 2003 فبسوريا يقدموا في المطاعم وكان طعمة لذيذ وكذلك أضيف ثنين ثلاثة بلورات من ملح البحار أو ميزو أورغانيك عضوي وهذا أشتري مالح كل شيء بدل الملح وأيضا هو صويا متخمرة فأطي جسمي إنزايمز وبكتيريا جيدة لمساعدة على الهضم فهذا الشراب أو جنجر زنجبيل أسوي يعني مثل الشاي وأشربه لأن الزنجبيل كل الصحي لي صحت القناة الهضمية وضد الالتحابات هاي الثنين ثلاثة أمشي لأن أثناء المشي رح القولون يتحرك وأسوي مساج البطني والمساج أبدأ من الزاوية اليوم من السفلة وأطلع فوق على القولون الصاعد بعدين ألوف إلى اليسار وأكو يعني القولون يروح لليسار وهذه يسموها الزاوية اللي قريبة عن الكبد ثم أطلع بالعروف في أعلى البطن فوق الترانسفيرس كولون القولون اللي بالعروف وبعدين أنزل أكو زاوية على اليسار يسموها زاوية السبلين أو الطحار اللي موجود باليسار ثم أنزل بالبطن فوق القولون النازل بعدين على السيدمويد كولون أسوي لها مساج فهذا يساعد على خروج الغازات من الفم أو من المقعد فهذه الأشياء الشخصية اللي سأعملها بس أهم شي هو واحد يعرف السبب ويعالجه ويتعلم أنه يكون يركز من يأكل تحدث هذا يعد من أكون مستعجلة أو أكل بسرعة أو أخبط أو أشرب شاي ومي وأكل وهذا كلش غير صحي ويؤذي يؤذي ومؤلم بس مرات يصير بس أكو أسباب عميقة وطبية لازم واحد يفحص إذا هو دائما ينتفخ يسوي الطرساء واللحوض وخصوصا النساء بعد انقطاع العادة لأن مرات أكو إذا سرطان المبيضي انتشار يسوي نفخه بالقولون فهاي علينا أن ننتبه إذا النفخة هي مو بناء يعني حميدة أنا أسميها الحميدة من قريب من دماغ ولكن إذا دائما مستمرة وبطنة منفوخة ومتألم وألم لازم يروح للطبيب يفحص ويتعالج حتى يشوف السبب ويدعوة أنا إدي أحجي هذا على النفخة الحميدة حتى الناس اللي صحيين ويعيشون عيش صح شكراً وإلى اللقاء